موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة في هذا البرنامج نستعرض تاريخ عمل الله وحركة نمو الإنجيل في الكنيسة الأولى في القرن المسيح الأول الكنيسة الملهمة الكنيسة التي ستبقى نموذجا رائعا لعمل الله في كل مكان مرة الفاتر كنا بتكلم عن ظهرات المسيح بعد القيامة شوفنا لما ظهر لمريم المجدلية وللنساء وظهر أيضا لتلمذي عمواس ثم رأينا ظهوره لبطرس الرسول نهاردة بنكمل ظهور للرسل بدون تومع في يوحن عشرين بنقرأ هذه الكلمات الآيات 19 إلى 23 ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الاسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كانت تلميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلميذ إذ رأوا الرب قال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطياه تغفر له ومن أمسكتم خطياه أمسكت هذا الظهور الحقيقة عمل معجزة جديدة هي الانتقال من الاختباء إلى الإرسالية هؤلاء العشرة كانوا مجتمعين مجتمعين معا خلف الأبواب المغلقة مش لأجل العبادة مثلا أو الصلاة أو حتى التخطيط لمستقبل الخدمة لكان اجتماعهم زي مقارينا لسبب الخوف من اليهود يمكن في اللقاء ده بطرس أخبارهم بظهور الرب ليه وضرورة تلميذين عمواس أخبروهم بهذا الظهور لكن يقولينا الكتاب في مركز 16 ولم يصدق التلميذ رواية هذين التلميذين وسمعوا روايات النساء اللي شافوا الرب لكن هذه الروايات من النساء زادتهم حيرة من العمر دي الحالة اللي كان عليها الرسل في ذلك الوقت فجيه يسوع فجأة والأبواب مغلقة وبضرهم بالقول سلام لكم والحقيقة هذه الكلمة ما كانتش مجرد تحية تحية بالكلام زي ما احنا بنعمل مرات لكن كانت عطية تسدد وتفي حاجة هؤلاء هدأ من روعهم وانزعاجهم وبعد ما طمأنهم أكثر أراهم يديه وجنبه المطعون وده ملأ قلوبهم بالفرح وطرد المخاوف والرب لم يكتفي بهذا لكن قدم ليهم التكليف الخطير كما أرسلني الآب أرسلكم أنا بالطبع لن يتمكنوا من هذه الارسلية بدون الروح القلس عشان كده قال لهم يقبالوا الروح القلس ومن خلال ارسليتهم وكرازتهم بالانجيل من يقبل الرسالة ستغفر خطيئه ومن يرفض الرسالة ستظل خطيئه ممسوكة عليه ده كان الزور الخامس الرسل بدون تومى الزور السادس الرسل ومعهم تومى بتكمل في يحنى عشرين والآيات من ستة وعشرين إلى تسعة وعشرين وبعد سمانية أيام كان تلميذه أيضا داخلا وتومى معهم فجاء يسوع والأبواب مغلقة وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم ثم قال لتومى هاتي إصبعك إلى هنا وابصر يديه وهاتي يدك وضعه في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا أجاب تومى وقال له ربي وإلهي قال له يسوع لأنك رأيتني يا تومى أمنت توب للذين أمنوا ولم يروا يبدو أن هذا الظهور كان خصيصا لأجل تومى أكيد تومى سمع من رفقاء الرسل عن قيامة المسيح ومجيء إليهم والأبواب مغلقة لكن واضح أنه لم يصدق وأصر على استخدام الحواس يرى ويلمس علشان يؤمن وأظن أن تومى عاش في شكوك وهذا لأسبوع كامل وجه الرب في الأحد التالي علشان يزيل هذه الشكوك الحقيقة من المسير والملفط للنظر أن الرب لم يعنف تومى لم يؤنبه على عدم إيمانه لكن قدم ليه الأدلة اللي كان بيبحث عنها هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعه في جنبي ما أروع أناتي الطويلة وتقديره لكل فرد على حدة مش بس كده بل قصد الرب أنه هو يقدم تعليم لن ينسى وهو أن الإيمان لا يقوم على اللمس بالأيدي أو رؤية العيون فطوبى للذين آمنوا ولم يروا وده نصيب كل من يقبل رسالة الإنجيل ويصدقها فيطوب هو وإيمانه معهم في النهاية انتقل تومة من الشك إلى اليقين وانتقل معه كل تومة وصار مسبة ببراهين كثيرة أن المسيح قام وهو حي إلى الأبد سمناتي إلى الظهور السابع وده كان لسبعة من التلميذ هذا الظهور الحقيقة مدون بتفصيل في إنجيل يحن أصح 21 والآيات من 1 إلى 14 أشجعك صديقي ترجع وتقرأ هذا النص يحن 21 من 1 إلى 14 لكن أرى أن المؤجزة اللي حدثت في هذا الظهور هي انتقال من الجهل إلى العلم الجهل بنراه في هذا الوصف ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ولكن التلميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع لكن العلم في القول لما قالوهم هلموا تغدوا لم يقصر أحد من التلميذ أن يسأله من أنت إذ كانوا يعلمون أنه الرب يبقى في بداية المشهد لم يكونوا يعلموا لكن بعد كده كانوا يعلمون أنه الرب ده الظهور السابع زي ما قلت للرب بعد القيامة وفي نفس الوقت هو الظهور التالت لجماعة من التلميذ معا ظهر اليوم في الأحد الأول بدون تومة ثم بعد أسبوع ومعهم تومة ودي المرة التالتة لسبعة من الرسل لسبعة من التلميذ ده رسوا الكتاب انقسموا في تقييم هذا الموقف فالبعض فالبعض رأى أن بطرس ومعه الستة الآخرين كانوا على خطأ في ذهبهم علشان يصطادوا لأنهم بدعوتهم للرب تركوا مهنتهم هذه وتفرغوا المفروض لصيد الناس لكن فيه كمان من يرى أنهم لم يكونوا مخطئين ذهبوا للصيد هم في انتظار الرب منتظرين في الجليل الرب زي موعاتهم من قبل لكنهم يحتاجوا لتدبير أمورهم الزمنية من خلال مهنتهم السابقة على أي حال صرفوا الليل كله في الصيد دون جدوى لم يمسكوا شيئا رفعوا الشباك صاروا نحو البر وعلى بعد مئتي الضراع خطبهم يسوع وهو على الشاطئ يا غلمان ألعل عندكم إداما أجابوه لا فقال لهم إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة لأي من فتجدوا فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كسرة السمك في هذه اللحظة أدرك يحنى الحبيب أنه المسيح وقال لبطرس إنه الرب اندفع بطرس كعادته وألقى بنفسه في البحر علشان يأتي إلى المسيح بسرعة وتبعه بقية التلاميذ وعلى الشاطئ كان الرب قد جهز لهم سمك وخبز وأعطاهم وأدرك الجميع أنه الرب في هذا الظهور كان اللقاء الخاص المشهور برضو في بقية يحنى 21 لقاء الرب الخاص مع بطرس واللي فيه سأله ثلاث مرات هتحبوني أكثر من هؤلاء ومع أن بطرس أجابة بنعم إلا أن الرب قصد أن يرتقي بمحبته ويحب الرب كما أحبه الرب الظهور التامن الأحد عشر على الجبل في متة 28 بنقرأ عن هذا الظهور والآيات 16 إلى 20 وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القرس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وهانا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر رب قصد الحقيقة بهذا الظهور أن يودعهم لكن وداعوا ارتبط بما عرف بالإرسالية العظمى نعم بعد قليل سيصعد الرب إلى السماء لكن رسالته ستستمر من خلالهم وهم سيحملون الرسالة إلى أقصى المسكونة الأرض كلها تحتاج إلى بشرى الخلاص ولأن المهمة ليست سهلة عليهم وعدهم أنه سيكون معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر وقد أكد التاريخ فيما بعد هذه الحقيقة ظهور التاسع ما قبل الأخير كورون سلولة 15-6 بعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد ركضوا ظهور التاسع لأكثر من خمسمائة أخ البعض بيضع هذا الظهور التاسع مع ظهوره السابق للأحد عشر على الجبل سواء كان هؤلاء مع الرسل أم كانوا منفردين فإن اكتماع خمسمائة أخ في وقت واحد ومكان مشترك لهو دليل واضح على إيمان الكثيرين بموت المسيح وقيامته الشهادة هنا لا تقوم على واحد أو اثنين بل على أكثر من خمسمائة أخ كان بعضهم ما زال على قيد الحياة وقت أن كتب الرسول بولوس رسالة الأولى إلى أهل كورونسوس خمسمائة أخ ظهور العاشر والأخير ليعقوب نرعانه في كورونسوس الأولى 15-7 وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين غالبا يعقوب هذا هو يعقوب أخ الرب واللي كان في البداية مع بقية إخواته لم يؤمنوا بيسوع لكن واضح أنهم أمانوا بعد القيامة وذكر الرسول بولوس ذكر يعقوب هذا مع بطرس يوحنى باعتبرهم أعمدة الكنيسة في غلطية 2 وآية 9 ظهر ليه الرب شخصيا علشان يسبت إيمانه وإيمان بقية إخوته أشرنا في البداية أن الرب لم يظهر لغير أحباؤه أحباؤه الذين آمنوا بيه فلم يظهر لأي من الكتب والفرسيين والكهنة ويمكن ده تحقيق لوعده الذي عنده وصياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي وأجاب يسوع أيضا وقال إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه ناتي وعنده نصنع منزلا وهكذا نحن اليوم عندما نحبه ونحفظ وصياه حتما سيظهر لنا ذاته ويصنع عندنا منزلا له صديقي كما أقول كثيرا هناك أمور في كلمة الله قابلة للتكرار هذه الظهورات بحرفيتها تمت فعلا لكن ما هو قابل في التكرار ما هو قابل للتكرار فيها هي المعجزات التي تمت معها تأمل معي في عقوب الذي لم يكن مؤمن بأخيه لم يكن مؤمن بالرب يسوع من قبل لكنه آمن وانتقل من التردد والخوف إلى السبات واليقين هو الرب هو المسيح الذي كنا ننتظره تأمل معي في تومة والشكوك التي عاش فيها لمدة أسبوع تغير وقال ربوني الذي تفسيره يا معلم يمكنك أيضا أي شكوك موجودة لديك أي حيرة أي خوف أي قلق عندما ترى الرب في مخدعك عندما ترى الرب في كلمته عندما ترى الرب وأنت تختلي به في جلستك اليومية الرائعة معه سيجرى الرب معك آيات ومعجزات ينقل كل ما هو سلبي فيك إلى ما هو إيجابي إلى ما هو مبارك يحول الرب كل نقاط الضعف لديك إلى نقاط القوة من كان يصدق أن التلاميذ اللي ملأهم الخوف والفزع اللي اجتمعوا خلف الأبواب المغلقة لسبب الخوف من اليهود يخرجوا بكل جسارة بكل قوة ويناد بأن المسيح حي وينادي بطرس بأن يسوح هذا الذي صلبتموه أنتم أقامه الله ربا ومسيحا ونحن شهود لذلك ضاع الخوف انتهى الفزع لم تعد الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة كانوا يذهبون إلى الهيكل ويعلنوا بكل شجاعة وبكل جراءة إنجيل المسيح إن ظهور المسيح يحررنا من المخاوف يحررنا من الفزع ويملأنا برسالة الإنجيل رسالة القوة فنذهب وننادي للناس تعالوا انظروا يسوع المسيح الحي يسوع المسيح الذي مات من أجل خطيانا وقام من أجل تبريرنا صديقي علينا مسؤولية النهاردة كل من رأى بالإيمان يسوع المسيح المقام عليه دور وعليه رسالة أن نخرج إلى العالم ونكرز ببشارة الملكوت ونكرز بالأخبار الصارة عن يسوع يسوع مات من أجل خطيتي وقام من أجل تبريري تعالوا انظروا إنسانا إلها تعالوا انظروا ابن الله يسوع المسيح المخلص يحرر كل مستعبد يطلق كل أسير يخفر خطايا كل من يشعر بدين الخطايا ويضع ثقته واتكاله فيه هو يسوع أنا أرجو أنك تتمتع بظهور المسيح لك يظهر لك ذاته عندما تجلس أمامه وبكل اتضاع تطلب هذا فسيجري معك آيات كثيرة للخير ويحررك ويطلقك وأنت تنادي بيسوع المسيح المخلص سنواصل بنعمة الرب أحبائي تاريخ وقصة الكنيسة التي كان يعمل الرب فيها بقوة ونحن نؤمن أن يسوع المسيح هو همس هو همسا واليوم وإلى الأبد ما زال يعمل بروحه في وسطنا وإلى لقاء مع حلقة جديدة من هذا التاريخ المبارك من قصة الكنيسة ترجمة نانسي قنقر